الرئيس يعلم جيدا أنه يتحدث أمام أو مع أو بجانب المستشار الألماني ألمانيا الشقيقة الكبرى للتحاد الأوروبي اقتصاديا واحدة من أهم دول العالم رابع أكبر اقتصاد لها صوت مسموع في السياسة مما لا شك فيه إلخ 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 الرئيس أيضا يتحدث أمام زعيم أوروبي دولة كبرى في العالم دولة كبرى في أوروبا إذن هو يتحدث إلى أوروبا مش بس المستشار أولف شولتز هل فقط يتحدث الرئيس لأوروبا ولكن يتحدث أصلا أيضا للولايات المتحدة الأمريكية من الآخر الرئيس يتحدث للغرب نظم حكومات سياسيين إحنا 105 مليون مواطن رأي عربي مصري وعربي أسف رأي عام مصري وعربي يتأثر ببعضه البعض وممكن أن ترى أمامك ملايين أو تروا أمامكم ملايين تاني السؤال الغرب فهم أنه 105 مليون بني آدم هينزلوا يحتجوا أو أنه الرأي العام العربي 300 مليون مواطن فتخيل بقى أن مصر تلتهم هم نزلين بيحتجوا يعني هي دي الرسالة اللي وصلت للعالم ولا الرسالة اللي المفروض توصل أن هناك ظاهيرا شعبيا عربيا كاملا متكاملا مش هقولك في بعضه ولا في أغلبه كله كله يقف وراء هذه القضية فالظاهير العربي وراء فلسطين الظاهير العربي وراء ما يحدث من مجازر ومذابح الظاهير العربي يرى أن الرئيس المصري يتحدث بحال العرب كلهم اسمعوا وعوا